السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم سنة رابعة أنا مسأميرة ودي قناتكم كارتون ساينس ونهاردة بإذن الله هنبدأ الدرس الأول من الترمي التاني لمنهج الساينس الصف الرابع الابتدائي سنة عشرين أربعة وعشرين وأحب أبشركم من الترمي التاني أسهل بكتير جدا من الترمي الأول وعشان نسهلوا عليكم أكتر عمدت لكم ملخص شامل كل كلمة موجودة في المنهج وفي آخر كل فيديو هنطبق على اللاسم اللي احنا أخدناه ونحل عليه كل أسئلة المحافظات وأسئلة كتاب المدرسة على الدرس اللي احنا أخدناه يعني الأجهزة والطاقة هندرس أجهزة مختلفة ونعرف إيه هي تحولات الطاقة اللي بتحصل جواه يعني مثلاً للتاليفاجين بحط فشة الكهرباء بقدر أن أنا أسمع التلفزيون وشوف الصورة عليه يبقى التاليفاجين بيحول الإلكتريكال أنرجي into light and sound energy وحندرس الأجهزة دي كلها بإذن life lesson 2 lesson 3 لكن أهم معلومة عايزك تعرفها إن المصدر الأساسي للأنرجي هي الصن Most of the energy we used is produced inside the sun معظم الطاقة اللي احنا بنستخدمها بنجيبها منين from the sun وكمان الأنرجي ممكن تتحول من صورة لصورة تانية Energy can change from one form to another وبدأ يديني example للكالكليتر دي الكالكليتر دي مش بحط فيها حجر ولا بوصلها للكهرباء ومال الكالكليتر دي بتشتغل ازاي؟ الكالكليتر دي اسمها solar powered calculator أول ما بعرضها لضوء الشمس بتشتغل يبقى هي بتاخد solar energy الطاقة بتاعت الشمس وتحولها الكهرباء يبقى solar powered calculator change solar energy into electrical energy بتحول طاقة الشمس الكهرباء وعشان يفهمني اللي الانرجي بتتحول من صورة لصورة تانية هيبدأ يديني مثال تاني وهو remote control car وبيبدأ يسألك يقولك ازاي العربية اللي بال remote control دي بتشتغل اول حاجة بيقولك ان هي بتحتاج energy عشان تمشي toys need energy to move طيب العربية دي بتاخد الطاقة بتاعتها منين؟ يميز بحط لها بطارية والبطارية دي بتخزن جواها chemical energy يبقى battery store chemical energy طيب يا ميس البطارية دي بتعمل ايه؟ البطارية دي كأنك موصل كهرباء للعبة يبقى بتحول chemical energy to electric energy طيب اللعبة دي يا ميس وصلها الكهرباء اللعبة دي بقى هتعمل ايه؟ اللعبة دي مثلا اول ما يوصلها الكهرباء هتتحرك وتطلع صوت بيب بيب يبقى هاي حولت من chemical energy اللي كانت متخزنة جوا البطاري لكهرباء electrical energy والكهرباء دي خلت العربية تتحرك وتطلع صوت يبقى ايه تغيير في الانرجي اللي حصل هنا في remote control car chemical energy which is stored in battery change into electric energy تحولت لكهرباء والelectric energy دي تحولت لإيه؟ لما العربية دي بدأت تشتغل into kinetic energy and sound energy طيب يا ميس نصرف ازاي لو البطارية دي خلصت؟ اول حاجة when battery run out we must recharge it ممكن نشحنها زي بطارية mobile كده or we must replace it with new one يعني نبدل البطارية ببطارية جديدة when battery run out we must recharge or replace with new one في واحد بقى من العلماء قعد يتفرج على العربية اللي بال remote control دي اللي بتشتغل وقال طب انا ممكن ابعط مركبة بتشتغل بال remote control ووديها لكوكب المريخ وابدأ اكتشف سطح المريخ وبدأ يصنع روبوت اسمه Mars Curiosity Rover الروبوت ده عملوا ليه to explore Mars عشان يستكشف سطح المريخ ميس هو المريخ ده بعيد عننا هقولك المريخ ده بعيد جدا عننا بيبعد عن الارض مسافة 54 مليون كيلوميتر كم يا ميس 54 مليون يعني 6 صفار كيلوميتر يعني الروبوت ده عشان يلحق يوصل سطح المريخ بياخد 6 شهور في السكة 6 months فالعالم اللي اكتشف Mars Curiosity Rover هاد يفكر طب يا ربي لما البطاريات اللي فيها دي تغفض هغيرها ازاي ولا هشحنها ازاي فبدأ يركب في الكريوستي روفر دي حاجة اسمها Solar Panel Solar Panel دي بتاخد الطاقة بتاعت الشمس وتحولها الكهربا فهو هياخد طاقة الشمس ويحولها الكهربا الكهربا دي تشحن البطاريات بتاعت الروبوت والروبوت يقدر يكمل رحلته على المريخ يبقى تاني دلوقتي احنا عايزين نعمل اكسبلور المارس بلانيت The distance between Earth and Mars is about 54 مليون كيلومتر لو عايز تحفظ الرقم ده افتح اديك 5 وبعد نشيل صبا 4 يبقى 54 ينفع قول 54 كيلومتر لا يمس دي فيها 6 صفار يبقى 54 مليون كيلومتر And spacecraft take about 6 months to go that distance المركبة الفضائية بتاخد 6 شهور علشان توصل لكوكب المريخ فاكتشفوا روبوت اسمه Mars Kreoster Rover Mars Kreoster Rover is a robot which explore Mars This robot like remote control toy بيشبه اللعبة اللي بتشتغل بالremote control It need energy to operate محتاج energy عشان يشتغل ينفع حط فيه الباتري اللي موجودة في اللعبة اللي عندنا في البيت No ليه يمس عشان الكريوستي روفر دي موجودة في مكان بعيد سطح المريخ ده بعيد جدا It's too far from local store بعيد عن اي محل لقدر اشتري منه بطاريات جديدة Or socket Socket دي اللي هي الفيشة اللي موجودة عندك في البيت يبقى battery is used in the toys cannot be used in this robot هنا ممكن يقولك give reason battery used in toys cannot be used in this robot هتقول له because this robot are too far from local store or socket أمال الكريوستي روفر دي بتاخد الانرجي بتاعتها منين؟ من الألواح الشمسية من السولر بانيلز وكمان جواها ايه؟ بطاريات أي بطارية ميس؟ لا البطاريات بتاعتها بتتشحن بالشمس battery charged by solar energy ميسي الكريوستي روفر دي بتشتغل ازاي؟ بتاخد طقة الشمس من السولر بانيل solar panel on rover convert بتحول كلمة convert يعني change solar energy بتحول ضوء الشمس أو طقة الشمس into electrical energy بتحولها الكهرباء الكهرباء دي بتعمل ايه؟ بتشحن البطاريات بتاعتها electric energy from solar panel charge rover battery وأول ما البطاريات بتتشحن بتشغل السنسر يعني الروبوت ده بيشتغل وتبدأ الكهرباء تتحول لحركة thermal energy لما الروبوت ده بيبدأ يتحرك تاني يميس when rover move electrical energy change into kinetic and thermal energy يعني ايه يميس؟ مش أنا قلت ان solar energy اديتني كهرباء electrical energy يبقى أنا دلوقتي معها هي طاقة كهربية أول ما رابط ده بيتحرك بيتحرك يعني kinetic energy يبقى electrical energy بتتحول لإيه؟ kinetic energy وحطها في دماغك قاعدة أي جسم بيتحرك وهو بيتحرك بيطلع thermal energy يعني حرارة زي مثلا العربية بتاعت بوب لما تيجب تتحرك لو حطيت إيدك على المطور هتلاقي بيسخن يبقى when rover move electrical energy change into kinetic energy and thermal energy وبكده كون خلصت lesson 1 والأهم من الشرح لأسئلة وحناخد الأسئلة اللي جات على الجزء ده في انتحانات المحافظات وأسئلة كتاب المدرسة بس بليز لو لست ما عملتش لايك للفيديو press like شكرا يا صديق العسل question number one شو's the correct answer number one the energy source in toy car is what engine يعني محرك tire العجلات battery بطارية فيه اللي يعني نقول الانتحان ده جاف محافظة السويس السنة اللي فيت بيسألك عن مصدر الطاقة في toy car مين اللي بدينا الطاقة طبعا هاختار الباتري بحط البطارية في اللابة فاللابة بتشتغل number two the idea of design and work of the robot that explores the surface of Mars depend on idea of transforming what بيقولك فكرة عمل الروبوت اللي بيستكشف سطح المريخ بتعتمد عليه بتحول إيه إيه يعني بتحول electrical to kinetic potential to kinetic light to electric kinetic to electric والسؤال ده سؤال في كتاب المدرسة يعني مهم جدا أنا أول ما بيجي في دماغي مارس كريوستي روفر أو أفتكر كده أقول ده بياخد دق الشمس بيتحول لكهربا والكهربا بتخليه يتحرك ويسخن يعني هو بياخد الانرجي بتاعته من الصن يبقى هو مصدر الطاقة بتاعته هو الصن يبقى حاختار light energy to electric energy number three in a battery of toy car burnt energy change into electrical energy بيقولك في البطارية اللي موجودة في اللعبة أنهي انرجي اللي بتتحول لكهربا احنا اتفقنا أن الطاقة اللي متخزينة جوه البطارية هي الchemical energy number four كريوستي روفر is designed to explore what بيقولك الكريوستي روفر دي صمناها علشان تستكشف ايه mars planet moon sun earth planet طبعا هاختار mars planet number five they point on كريوستي convert solar energy into what which is used to charge its battery تاني بيسألك ايه اللي موجود في الكريوستي روفر اللي بيحول ضوء الشمس لحاجة بتشحن البطاريات بتاعتها طبعا هاختار solar panel solar panel دي موجودة في الكريوستي روفر بتاخد solar energy بتاعت السن وتحولها لكهربا electrical energy الكهربا دي بتشحن البطاريات بتاعت الكريوستي روفر question number two put true or false number one mars is located a few meters away from earth بيقولك ان كوكب المريخ موجود كده على بعض امطار صغيرة من كوكب الارض طبعا غلط طب مين شطر يقولي موجود على مسافة قد ايه افتح ايدك يلا 54 كده بس 54 كيلومتر لأ طبعا يميس في 6 صفار مش هنسيهم يبقى 54 مليون كيلومتر number two mars can be operated from distance هل mars كريوستي ده روبوت ده اقدر اشغاله عن بعض او يميس ده كأنه remote control toy اوكي يبقى الجيبة بتاعت true number three a toy car can continue moving even after its battery run out بيقولك اللعبة تقدر تكمل وتتحرك حتى لو البطارية بتاعتها خلصت طبعا غلط لما البطاري run out the toy will stop number four rover curiosity is used to explore Jupiter هل روفر كريوستي بستخدمها عشان تستكشف الكوكب اللي اسمه جابيتر لا يميس حكت بتستكشف mars اللي هو كوكب المريخ correct the underlying word number one curiosity is robotic vehicle that designed to explore the surface of the moon بيقولك ان الكريوستي روفر هي عبارة عن مركبة فضائية عشان تستكشف سطح الامر برافو عليكم هي بتستكشف Mars planet مش بتستكشف المون complete the following number one on mars planet curiosity robot can be operated for long period of time by using which energy from the sun that is converted into which energy used to recharge its battery هرب الرحم بيقولي على كوكب المريخ curiosity rover أو curiosity robot بيشتغل وقته طويل by using نقطة energy from sun ها الانرجي بتاعت ال sun اسمها ايه برافو عليكم solar energy from the sun that converted into watch energy to recharge its battery solar energy بتتحول لإيه اللي بتشحم البطاريات بتتحول لكهربا يبقى solar energy converted into electrical energy طاقة الشمس بتتحول لكهربا والكهربا دي بتشحم البطاريات number two solar panel are used to generate which energy solar panel بستخدمها عشان تطلع علي انهي energy عشان تطلع لكهربا برافو عليكم solar panel used to generate electrical energy number three most of the energy we used is produced inside the what ها التقل اللي بناخدها بتجنين دي أول قملة خلص خدناها في اللسن produced inside sun excellent number four the energy that produced from battery and used to operate a toy car تاني مس بيقولي إيه the energy which produced from battery التقل اللي طلع من الباتري حكتب إيه حكتب electrical energy برافو عليكم لكن التقل اللي بتتخزن قوة الباتري هي chemical energy لكن هنا بيسأل التقل اللي طلع من الباتري energy produced from battery هقولها هاي هقول ان هي electrical energy bright scientific term number one a robot vehicles that can be controlled from distance and is used to explore surface of Mars اسمه الروبوت اللي بنستقدمه عشان نستكشف سطح المريخ هو Mars Creosity rover عايز نكتبها Mars rover بردو صحيح number two the form of energy that is stored in battery هاي من التقل بتتخزن جوه البطارية chemical energy برافو عليك give reason Mars rover Creosity operate for long period of time on Mars without any need to be charged because of solar panel that is used sunlight to recharge its battery اكتب اكتب solar panel charge its battery وبكده كون خلاص لسن وان ياريت شير لكل صاحبنا عشان الفيديو انتشر على اليوتيوب شكرا جدا لمتابعة شوفكم على الف خير سلام